السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض احلى واسرع بيتزا ممكن تعملوها بيتزا في عشر دقايق من مكونات بسيطة جدا ومن غير اي نوع دقيق ومن غير دقيق لوز ومن غير سمسم ولا جست الهند ولا حتى طحينة ولا سليم مكوناتها بسيطة ومناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة لمرضى السكري المتابعين لنظام الكيتو وكمان مناسبة لمرضى حساسية الامح بيتزا لو قرب خالية من الجلوتين يلا بينا نعملها مع بعض اول حاجة هنبدأ نجاهل صلصة البيتزا معايا في الطبق الصغير دا عصير طمط ماية واحدة وكمان معايا فصين توم ومكعب واحد من الزبدة وملح وكمون وفلفل اسود وكسبرة نشفة اول حاجة انا فرامت التوم كده في الطاصة وهنحط عليه دلوقتي قطعة الزبدة وهنبدأ نشوح التوم كده لغاية لما ريحته تبدأ تطلع معانا بعد كده هنحط عليه عصير الطمط ماية وهنقلبهم مع بعض كده ودلوقتي هنحط رشة ملح بسيطة حوالي ربع معلقة صغيرة وكمان رشة فلفل اسود ورشة كمون وكمان رشة كسبرة نشفة وهنقلب باستمرار كده الطماطم لغاية لما تسبك معانا وتعطينا صلصة كده تكون صلصة تقيلة ما يكونش فيها سويل بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي وكده خلاص الصلصة تسبكت معانا وبقت صلصة تقيلة بالشكل ده خلوها يا جماعة تكون صلصة متسبكة وتقيلة ما يكونش فيها سويل دلوقتي بقى هنقفل عليها نار البتجاز ونسيبها كده على جنب لغاية لما نجهز القاعدة بتاعت البيتزا القاعدة بتاعت البيتزا معانا من مكونين اتنين بس من الجبنة الموزاريلا وكمان البيض انا معايا هنا جبنة موزاريلا 200 جرام والنوع اللي انا بستعمله يا جماعة هو المراعي اللي في كيس ازرق بتكون كاملة الدسم ودي المعلومات الغذائية بتاعتها مناسبة للكيتو دايت وخالية من الزيوت النباتية هناخد منها 200 جرام وطبعا لازم ما تكونش متجمدة تكون بدرجة حرارة المطبخ وكمان معانا حبتين من البيض حجمهم كبير وملح وفلفل اسود بس مش اكتر من كلا هي دي المكونات معانا بتاعت قاعدة البيتزا هنحط دلوقتي البطين على الجبنة الموزاريلا وبعد ما حطينا البيض هنحط دلوقتي رشة بسيطة قوي من الملح وكمان الفلفل الاسود رشة بسيطة جدا ما تقطروش الملح والفلفل الاسود لان احنا حطين في الصلصة فهنحط دلوقتي رشة بسيطة كده وهنبدأ دلوقتي ناجم بادينا كده اللي جبنا مع البيض لغاية لما يختلطوا مع بعض ويدون عاجينا كده زي اللي هنشوفها دلوقتي خلاص كده الجبنة والبيض اختلطوا مع بعض كويس ويكون معانا القوام بتاع العجينا بالشكل ده بيكون معانا كده انا اخدت القاعدة بتاعت صنية الكيك اللي بتتفتح مقاس 24 واحط عليها دلوقتي ورق زبدة ولازم يا جماعة ورق زبدة اللي هنستعمله يكون نوع نضيف ودلوقتي هنحط العجينا اللي احنا عملناها من الجبنة الموزاريلا وكمان البيض وهنحطها دلوقتي فوق ورقة الزبدة هنبدأ كده نفردها لغاية لما نملى بيها صنية كلها نعملها كده على شكل دايرة بالطريقة دي كده نفردها كويس قوي وبعد ما فردنا القاعدة بتاعت البيتزا او العجينا هنبدأ دلوقتي بقى نحط الحشوة وطبعا الحشوة بتكون على حسب ما انتوا عايزين انا هعمل حشوة بسيطة جدا معايا هنا السلسة اللي سبكتها في اول الفيديو ومعايا شوية صغيرين كده من الزتون وكمان فلفل اخدر وطماطم اخدت بس نص ارن الفلفل ونص الطماطماية وقطعتهم وكعبات صغيرة اوي بالشكل دا ومش هناخد الكمية دي كلها هناخد منها بس كمية بسيطة دلوقتي هنحط اول حاجة معانا وهي السلسة هنبدأ دلوقتي نفردها كده ما تقطروش الصلسة يا جماعة وما تقطروش السوائل نفردها هنعمل مسحة بسيطة كده من الصلسة فوق القعدة بتاعت البيتزا وبعد كده هنحط القطع بتاعت الفلفل الاخضر والطماطم مش هنقطر هنحط حاجة بسيطة كده وهنضيف دلوقتي شرايح بسيطة كده من الزتون الاخضر او الاسود على حسب المتاح عندكم ولو عايزين يا جماعة ان انت تحطوا طبقة تانية كده من الجبنة المتزرلة على الوش على حسب ما انتوا عايزين بس انا بصراحة اكتفيت بالبيتزا كده مش هحط طبقة تانية من الجبنة المتزرلة وكمان ما اخدناش كمية الطماطم والفلفل الاخضر كلها اخدنا حاجة بسيطة منها ودلوقتي هنضغط بادينا بالراحة كده علشان الحشوة تدخل جوه القاعدة بتاعت البيتزا والخطوة دي اساسية يا جماعة علشان المكونات كلها تثبت على القاعدة بتاعت البيتزا وبتكون معانا بالشكل ده ودلوقتي بقى هندخلها على فرن سخن على درجة حرارة 180 لازم يكون معانا الفرن سخن يا جماعة وهي هنا بدأت ان هي تستو معانا وبعد ما عد عليها 10 دقايق بتكون معانا بالشكل ده خلاص كده بدأت ان هي تتحمر من تحت وكمان تسيب ورقة الزبدة بعد كده بنشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعها وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده قعدت في الفرن بالزبط 10 دقايق مش اكتر من كده بعدين شغلنا الشوية علشان نحمر الوش بتاعها وبتكون كده البيتزا جاهزة معانا يلا بينا نقدمها مع بعض انا قدمتها بالطريقة البسيطة دي قدمتها مع كاتشب ومايونيز مناسبين للكيتو دايت احط لكم الرابط بتاعهم ان شاء الله في صندوق الوصف ويلا بينا بقى نقطع البيتزا هجيب دلوقتي قطعت البيتزا وهبدأ ان انا قطعها كده مسلسات طبعا قطعوها بالحجم اللي انتو عايزينه وكده بتكون البيتزا جاهزة معانا بعد ما قطعناها بصراحة هي مش محتاجة لكاتشب ولا مايونيز ولا اي حاجة تانية غير كوباية شايب النعناع وبصراحة طعمها جميل جدا ودي قطعة معانا من البيتزا شايفين جميلة جدا ومتحمرة ويا سلام بقى على جمال البيتزا وهي بتمط كده وسخنة وكمان طعمها اكتر من رائع جربوها يا جماعة ولازم لما تجربوها تكتبوا لي رأيكم فيها ايه وكده عملنا مع بعض احلى واسرع بيتزا بيتزة العشر دقايق من غير اي نوع دقيق ومن غير دقيق لوس ولا سامسوم ولا جوست الهند ولا سليم ولا حتى طحينة مناسبة للكيتو دايت والمرضى السكري المتبعين لنظام الكيتو والمرضى حساسية الامح بيتزالو قرب خالية من الجلوتين اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية